السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام السيدنا محمد والآله وصحبه جميعا الله سيكون معنا في فقرة معلومات ونصاحي قصيرة أيام زمان في تقنية قنة إيمو جديدة فمنشرح الفرق بين اثنين فكان فيه كربريتر فيه بخاخات هذا واضحة نجي على العملية عدادات السرعة وقياسها الدقة تختلف من صانع لآخر الألمان ملوك في الناحية هادي والأوروبيين يتبعهم تلاميذهم وزكورين يدعكم العداد بين اللي الأمريكان لا شوية يكون يفاصل الصينيين فيه في حوالي أربع خمسة كيلو الياباني فيه كمان برضو تقريبا أبو أربع كيلو إلى سبع كيلو فرق بين الواقع والفعل طيب كيف عارف هادي من ناحية الدقة طيب حسن كيف طريقة ربط عداد قياس السرعة في السيارة كان فيه طريقتين فيه طريقة عن طريقة القيربوكس وهذه القديمة جدا وفيه طريقة الحديثة يربط عداده سرعة بالكفر كيف نعرف الأدق عن طريق الكفر القيربوكس تقنية قديمة جدا في الثمانينات واطلعات كيف أعرف حسن طيب أنه هذا تقنية اللي عندي أنا صح جديدة أو قديمة سهلا راسدكم هنعشق السيارة وخليكم تسعدين للانطلاق إلى الأمام باب الضحك عشان دقيسها فعليا سيكون يطلق للخلف ومش للأمام لو انطلقنا للأمام كل العدادات بتشتغل إن كان العداء المقياس السرعة مشبوك في القيربوكس أو في الكفر لكن كيف تعرف إذا هو فرق بين الاثنين وقلنا دقيق يكون مشبوك في الكفر كده طالعوا حطوا على الربيرس أرجوع للخلف شايفين عداد السرعة مدام أبتدها يطلع معناتها مشبوك على الكفر لو مشبوك على القيربوكس ما هيشتغل هذه معلومة بسيطة لكم كده الله سعدكم ارجعت الربيرس واشتغل اه ريوس ريبيرس واشتغل معك العداد تعرف إنه عندك القيربوكس عداد السرعة مشبوك في الكفر لو مشبوك في القيربوكس في الرجل للخلف ما هيشتغل معك على هذا السرعة في الأمام للمقدمة للأمام كله هيشتغل لكن للخلف هي اللي تبين معك إذا مشبوك في عين شكرا لكم شكرا لكم